شخصياً ومش خطر إنا في وسط الإعلام وإنا إعلامي عندي أكثر من فوق 35 سنين ما نيش قاعد رأى في حاجة طربك بالعكس نحنا نقوله سيد الرئيس رأوا الإعلام مفجوع منك ورأوا الإعلام ما وش قاعد يقول في كل شيء وفهم حتى قضايا تهم المواطنين رأنا ولينا معنى نقوله مرحلة حساسة ما نزيدوش نقوله كلمة تؤول ولا يقع قيائتها بطريقة أخرى ما نحكيوش على غيلة الأسعار ما نحكيوش على الصفق وضيمن الكوش ما نحبو نعملو معنى ديما نشكر ونشكر 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 بشكيك نوليو نحنا منخرطين في المسار وشنوه هو المسار خي نعرفوه نحنا المسار هان المسار كل يوم نكتشفو أجوغ لجوغ كل مرة فما حاجة جديدة ودعوة زادة لرئيس قيس سعيد وفما زوس قيس سعيد فما قيس سعيد الذي يعارض عمل الحكومة والذي غير راضي على سير الأمور في البلاد وفما الرئيس قيس سعيد اللي ينجم بجرد قلم يبدل هذي كل والوطنية وهو اللي عينها للرئيس المدير العام ما معنى تنخرط ما نحكي نيها مرة أخرى ما معنى عن تنخرطة الوطنية معنى يلزمها تكون نسخة متابقة الأصل لصفحة رئيسة الجمهورية اللي يدخل هذيك يتعمل ويتم ذكر كان الحاجات اللي مثلا الحاتب سمحني الوطنية حسب ما نتفرجينها هكا بالزر وانا متعدي ما فماش صوت معارضة في الوطنية فماش هم رأى وزيدة حتى في البرامج السياسية حتى الغمع نجم تصير غلطة اثنين نتكلم عليهم الرئيس مرية تقول نيه مش معقول أنه ما يتمش تخطيط نجاحات أمنية في سفيقس في علاقة بملف بالثقلة ذي ثقل وطني ودولي معنى بحكية الهجرة هي اوكي ولكن أنا نعودوها نعودوها ما المطلوب من الوطنية اليوم هي هو معنى مزلمة هو شرافي قعدت له في قلبه حكيت اللي معاعدة بدأوا بالغلاء الأدوية المدرسية ومحكيوش على الإنجازات الأمنية أما أنا اللي خوفني أكثر ومعنى نستعمل كلمة تخوف يمكن عندي برشا ما استعملتياش هو الشكوك حول الإذاعات بصفة عامة معنى قال كلها تنخرط معنى كلها تقول سعلينا نحن نحبه نطيحه وفما حاجة أخر زيد يزم من سيد الرئيس زيد يوضحنا الدولة راهي الدولة وقيس سعيد راه وقيس سعيد معنى رئيس الدولة مش قيس سعيد الدولة معنى كي ننقضوا مثلا أداء رئيس الجمهورية ولا حاجة قالها رئيس الحكومة ولا يعني رانا من يش ننقضوا ولا نحبه من زد الدولة الدولة